أعلن مساء اليوم الخميس معهد باستير عن تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية المتحورة وحسب ذاتها المصدر فإن الحالتين تم اكتشافهما لدى عامل بقطاع الصحة ومهاجر عائد من فرنسا الحالتين من السلالة البريطانية الجديدة تم اكتشافهما بعد إجراء تحاليل على عينات بيسير إيجابية بتاريخ التاسع عشر من فبري 2021 واضف بيان معهد باستير الجزائر أن الحالتين تحمل التفارات N50YD164J مع حدف المواضع 79-69 والتي تعد خصائص وراثية لهذا المتغير الحالة الأولى لمستخدم قطاع الصحة على مستوى مستشفى الصحة العقلية بشراجة في جزائر العاصمة وتم عزله حاليا بينما سجلت الحالة الثانية لمهاجر عائد من فرنسا جاء لحضور مراسيم دفن والده واشار بيان معهد باستير إلى أنه في الوقت سابق تم إجراء تحاليل على عينات مشتبهة من مستشفى بن مسوس ومستشفى زميرلي أين ظهرت نتائجها سلبية فيما يخص الصلالات الأربع الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل واليابان وكانت المنظمة العالمية للصحة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن عدد البلدان والأقاليم التي ظهر بها المتغير البريطاني وصل إلى 86 بلدا من بينها تونس وتبقى الوقاية خير من العلاج لذا وجب التقيد بإجراءات اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتتال لقواعد الحجر الصحي ناهيك عن الارتداء الإلزامي للكمامة حتى يحافظ الجميع على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم أمراض مزمنة هذا وتسجل الجزائر منذ أيام حالة استقرار في عدد الإصابات تراوحت ما بين 160 و180 إصابة يومية وبمعدل ثلاث وفيات يومية أيضا في وقت ينتظر أن يتم تجديد الإجراءات مع ظهور السلالة المتحورة لفيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر